الرأس حبليات السهيم الجهاز الإخراجي والجهاز التناسلي في السهيم أولاً الجهاز الإخراجي Execratory System الجهاز الإخراجي في السهيم بسيط للغاية نظراً لغياب القلب والكلة فتكون الجهاز الإخراجي من أنابيب دقيقة تعرف بالنفردات والتي توجد في الجدار الظهري لتجويف البهو وبالتحديد على العارض الخيشومي الابتدائي وتفتح في العارض الخيشومي الثانوي وتتكرر هذه النفردات على طول العوارض الخيشومية أما عن تركيب النفردة نفسها فهي أنبوبة ملتوية بها عدة انتفاخات أعورية تسمى بأجسام النفردات يحيط بكل منها مجموعة من الخلايا الصولجانية التي تعرف باسم السلينوسيتات والآن كيف تحدث عملية الإخراج يتم الإخراج في السهيم عن طريق الانتشار نظراً لعدم وجود قنوات إخراجية حيث تقوم السلينوسيتات بتجميع المواد الإخراجية ونقلها إلى تجويف النفردة بواسطة أنابيب دقيقة جداً ومنه إلى تجويف البهو عن طريق ثقب النفردة ثم إلى خارج الجسم عن طريق فتحة البهو ثانياً الجهاز التناسلي جانتال ساستم وأتميز بما يلي الجنس منفصل في السهيم ولكن في الوقت نفسه لا يمكن تمييزهم عن بعض من خلال الشكل الخارجي يحتوي السهيم على عدد من المناسل على جانبي البلعوم وبداية القناة الهضمية والتي يبلغ عددها حوالي 25 زوجاً أما عن كيفية حدوث الإخصاب فلا يوجد في السهيم قنوات تناسلية ولكن يحدث الإخصاب عندما تنضج المناسل تنفجر الطبقة الطلائية التي تحيط بكل منها وتخرج محتوياتها من البويضات أو الحيوانات المنوية إلى تجويف البهو ومنه إلى خارج الجسم مع تيار الماء ليحدث الإخصاب للبويضات مع الحيوانات المنوية في ماء البحر ترجمة نانسي قنقر